اليوم نحكي عن اهم ميزات الفارميند game it's an educational game interesting, works on any device and helps you to evaluate and refresh your knowledge about medicines interactively طبعا هالجيم هاي تم تصميمه بحيث تكون تفاعلية بقدر من خلال مختص رعاية الصحية انه يعمل تقييم العملاته الدوائية ويطورها بشكل مستمر كجزء من الكنتنواز medical or pharmaceutical education هلا نحن هم نعتمد على gamification this game is provided on online learning platform that engage learners using gamification based learning or GPL several studies supported the importance and benefits of GPL in learning, social network sites have been used successfully in medical and pharmacy education to share the internet هلا نحن نعتمد على مبدأ الألعاب التعليمية بتطوير المعلومات الدوائية لمختصير رعاية الصحية أو بعمل refreshment لمعلوماتهم الدوائية وفي كثير من الدراسات اثبتت فائدة استخدام بالتعليم هلا بالنسبة له هي تشتغل على جميع الأجهزة سواء كان عندك لابتوب أو ديسكتوب أو كان عندك جهاز داعم للأندرويد أو آيفون ديفايس طبعاً طبعاً فيك أنت تدخل سيستم أونلاين حصراً لأنه هو سيستم مربوط بالمشرف يلي هو بقدر يشوف مستواك وبيعمل عملية تقييم لمستواك هاد مع مرور الأيام مثل ما أنا كجزء من التعليم الطبي المستمر أو سيدلاني المستمر و بأي مكان كانت فيه بالعالم بمجرد تكون عندك انترنت وجهاز مداعم للأندرويد أو آيفون ديفايس أو حتى لابتوب أو كمبيوتر عادي فيك أنت تدخل لسيستم هالجام هاي طبعاً بالنسبة ل مثل ما أنا الهدف منها بشكل رئيسي هو وبنفس الوقت عملية تطوير لهالمعلمات الدوائية بالاعتماد على المبدأ الـ بالنسبة للـ هاي بتحوي على مئات الأسئلة الدوائية الشائعة صعيكات من أو حتى من الأسئلة بيترحوها الصعادلة أو لطباء أو بيت مقتصير العيس صحية أو حتى المرضى علينا وتم تزويدها بالإجابات الصحيحة بشرط أنه الإجابة الصحيحة هون ما بتظهر للمتعلم أو المختص يعني مباشرة و نحن حاولنا أنه نقدمها باللغتين العربية والإنجليزية فمعظم صادلة وطلاب سيد العرب بآخر بحث أجرينا بعام 2016 كانوا هنين بفضلوا اللغتين هدول اللغتين العربية والإنجليزية يعني لا العربي لحالة ولا الإنجليزية لحالة في طلاب يفضلوا اللغة العربية في طلاب لا هنا الدارسين بجامعات بدول تانية بفضلوا الإنجليزية وفي منهم والهن الأغلبية بفضلوا اللغتين فمشان هيك نحن عملناها باللغتين طبعا فيه Certificate of Achievement إذا كان المتعلم هون حقه أقل الشي 60% بعد اجتياز مئات الأسئلة هاي فبالVersion 1 نحن عنا 700 سؤال دوائي والأسئلة هاي مثل ما ألنا متنوعة درجات الصعوبة ففي أسئلة ممكن تكون على الشخص سهل وفي أسئلة بالغة الصعوبة يعني على حسب مستوى المختص أو المتعلم طبعا هي موجهة مثل ما قالنا أو حتى الطلاب التمريض أو الطب الأسناني هاي مثل ما شايفين من خلال خبراتنا هاي بيحبوا كمان يطوروا معلماتهم الدوائية وكمان واجهة للهيالث كير هاي بيشتغلوا بصيدريات المجتمع بصيدريات المشافي وكمان ب يعني بقية مرافق الرعاية الصحية فبمجرد ما توفر عندك الانترنت وانت عندك التابلت أو الموبايل تبعك أو حتى الابتوب أو الكمبيوتر ففيك انت تدخل للسيستم تعمل تقييم له المعلومات هاي راح يكون كمان عنا جزء خاص بالامريكان بورد بالمستقبل الأريب وكمان في عنا ميزات جديدة حنحكي عنها بفيديوهات لاحقة بالنسبة لها الأسئلة هاي حتى بتفيد بالسياد اللي هنه يعني بيهتموا بتعديل شهاداتهم خارج دولهم ومثل ما قلنا الأسئلة هاي متعلقة بالثيرابيتيكس يعني بشكل رئيسي ففي بعض الأطباء مسلا سألوني أنا مسلا فيني استفيد من هالأسئلة هاي باعتبار أنه هي مواجهة بشكل رئيسي لصيادلة ولا ما فيني استفيد طبعا الأطباء فينهم هنه يستفيدوا الدينتست متل ما إلنا الممرضين أو حتى متل ما إلنا الممرضين لأنه متل ما بنعرف كل يوم فيه أدوية جديدة في معلومات دوائية جديدة فيه أدوية بتنسحب نسوء الدوائية أدوية بتنزل فيه أدوية عن جدزة بتسمع أسماء يعني أنا أحيانا شخصيا ما بدر أحفظ اسم الدوام كتر مصعب فلازم نحنا نعمل عملية يعني تحسين لا استذكار المعلومات دوائية هاي بطرق إبداعية أكتر وبتعلق المعلومة بشكل أفضل أتمنى أن تكونوا استمتعتوا بهالفيديو هذي اللي أنا حكيت فيه عن هم هالميزات هدول وبالنسبة للفيديو هات فيه يو لينك موجود فيه طريقة مراسلة صفحتنا فيكن تبعتوا الاسم مع التخصص لا يتم تفعيل الفارماسي جيم عنكم ومثل ما قالنا فيه ميزات تانية هنعمل له فيديوهات بالمستقبل قريب حول بعض السيستمز اللي بيدروا يستخدموها سادلة بسيدرياتهم من حيث إدارة الأدوية الموجودة عندهم المصادرات الدوائية أو حتى عمليات جرد الأدوية بطرق إبداعية جدا رائعة ويعني بكبسة زر انت فيك تعرف كتير من الأشياء يلي عم تجري ضمن صيدريتك عبر السيستم هاد إذا انت بس قعدت فترة معينة برمجت فيه كل المصادرات الموجودة عندك وعرفت شو عم يصير يعني إذا كان انت عندك موظفين عم يشتغلوا علىها بقلبها الصيدرية هاي فهنن عم يقدروا يتابعوا حركة الأدوية خروجها مع جرد الأدوية إلى آخرها ففي كتير ميزات تانية كمان ها أعمل عنها فيديوهات تانية بس بتمنى انه يعني انه حاولوا قدر الإمكان دائما نطوروا يعني مستواكم بتكنولوجيا لأننا عصرنا عصر مليء بالميزات التكنولوجية وهلا عم نشوفها تم استخدامها بالهيلث كير فتابعونا دوما وإن شاء الله حتستفيدوا من هالفيديو ويعني تفتح لكم آفاق للميزات وأفكار جديدة فيكم تستخدموا أثناء ممارستكم سواء كنتم مثل معنا بالصيدليات أو بالمشافي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة